مرة أخرى حابب أننا هني كابتن خالد العوضي على الهواء مباشرة خالد العوضي شمعنا خالد العوضي اللي بقعده هني خالد من أن كابتن خالد العوضي يعني مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي حقيقة خالد بيحاول دايماً أنه يكون أو يعمل كل حاجة بتوكله من مجلس الإدارة علشان يقدر يسعد جمهور النادي الأهلي فبالتالي خالد العوضي ما بقول خالد العوضي يبقى كل اللي موجودين في النشاط الرياضي لما بقول كابتن محمود الخطيب يبقى بقول كل أعضاء مجلس الإدارة هل أحد أو في حد ما ينكرش دور الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في ما حدث من تطور واضح في ألعاب الصلاة محدش يقدر ينكر هذا الكلام هل في حد ينكر الدور الكبير اللي بيقوم به أستاذ خالد مرتجي أمين السندوق في التفرة الكبيرة جدا اللي بتحصل في كل ألعاب الصلاة محدش يقدر يتكلم في هذا الأمر محد يقدر ينكر دور الأستاذ طريق أنديل حد يقدر ينكر دور الدكتور محمد شوقي حد يقدر ينكر دور الدكتور محمد سراج الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد الدماطي كابتن حسام غالي دكتور مهند مجدي كابتن ميا عاطف كل مجموعة العمل ويتبقى السيد محمد الغزاوي رئيس اللجنة العليا لتنظيم بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد اللي حضراتكم تتفرجوا عليها على شاشتكم على شاشة قناة النادي الأهلي كل واحد فيهم له دور كبير جدا جدا ومهم جدا فيما وصلت إليه ألعاب الصلاة وبالتالي لما قول كابتن محمود الخطيب يبقى مجلس الإدارة بالكامل لما قول كابتن خالد العوضي يبقى كل المجموعة كاملة لما قول دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي يبقى كل المجموعة الإدارة التنفيذية اللي موجودة كل الناس الحقيقة لها دور يمكن حضراتكم ما تبقوش شايفينه قوي ولكن مجموعة العمل في النادي الأهلي تستحق إشادة كبيرة جدا جدا على اللي بيحصل من أول كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأصغر لعب في النادي كلهم يستحقوا الإشادة